أهلا بكم من جديد صباح الخير لكل المشاهدين تحياتنا بمسك الختام هو فعلا مسك ختام لأنه في معنا أشياء زاكية في الستوديو وطبعا ضيفتنا الكريمة كمان موجودة معنا اللي هي تصنع هذه الأشياء الجيدة والجميلة والرائعة واللي طعمها خلاب أهلا وسهلا فيكي وصباح الخير ومئة مرحبا صباح النور يسات صباحك يا رب أهلا وسهلا فيكي أهلا فيك يا رب يعني إحنا لما بنقول عالم الحلويات عالم مش سهل أبدا لأنه بده مهارات خاصة ولازم الواحد يكون كتير عنده معلومات حتى يطلعها بالشكل اللي بيشبه فعلا المطاعم الكبرى والمحلات الحلويات الرائعة فيرت تحكي لنا كيف بلشت هذا العمل أنا صراحة بلشت بالحلو أنا عندي هواية أنا صغيرة بحب أعمل حلو فكنت دايما أعمل أشياء جديدة دايما حتى لو عندي وصفة أحب أني أنا أبتكر فيها شي جديد يعني أضيف عليها لمسات من عندي حتى تكون في وصفة خاصة فيي أنا نعم فشوي شوي يعني تقولي الصحباتي الأهل الأقارب بس صار يشوفني إني شو عم بعمل فصار يطلبوني يقولوا لي أعملين أنا لبارتين أعمل أو يطلبوا مني هاي الشغلات شوي شوي صارت عندي فكرة أني أنا لش يعني ما أطور من حالي وإني أصير أعمل أشياء على مستوى أكتر يعني فصارت والله أعمل يعني للناس زي هيك الطلبات يأخذوا مني يوسوا ويدلوا علي صارت أشترك بازارات فالناس لما تدوق الشغل يعني كمان تعطيني دعم وكان الدعم الأكبر كمان من تنجوزي كمان كان يدعمني ويقويني كمان العيلة الزوج الأهل الأقارب دايما يعني يدعمني مع أني كتير هو اللي بدوق أول حدا بشوز هو فعلا بس كان يدوقوا عندي يرجعوا ويطلوا مني وحتى يبعتوا لي ناس تانية صحيح صحيح فيعني كل شي بيبلش من البداية بشي بسيط بس لأني أنا عندي يعني مهارة بهذا الشيء وبحب كتير هذا الشغل فحبت أني أطور من شغلي خصوصا بجوز مهارات الستات بتتطور بس يتجوزوا لأنه بصير عندهم أولاد بسيط يعني البنت اللي بتكون عند أهلها شوية متواضعة بأسة الطبيق بتصير محترفة بتصير طباخة لما تتجوز اه فعلا أنا كنت أنا بنتبهت أهلي كنت أحب أعمل هاي الأشياء بس لسه زادت عندي بعد ما تتجوزت ماشا ما شاء الله أنا كان أصدي أنه يعني فيه ستات كتير بشتغل وعندهم مطبخ إنتاجي ولكن ما بيجي يعني أنا اللي شايفيته قدامي يعني ممكن ينباع بمحلات الحلويات الكبرى لأنه كتير مرتب وكتير صح معمول فهي اللي بفرق ست عن ست بجوز اللي هي الشكل النهائي والترتيب والطعم اللي بيشبه يعني المحلات الحقيقية اللي بنشتري من عندها شوفي أنا عندي شيء أني أنا دايما بحكي الحلو اللي عين بتاكل قبل التم مظبوط يعني المنظر هو اللي بيخلي الواحد أنه يحبي يأكل صح والله وفي نهاية برضه طعم له دور يعني كتير واضح أنه طعم وشكل حبيبت ألو هلأ هاي مثلا أنا هاي دان بشوفها صحيح على الانترنت هاي الوان آه هاي تشيز بالجيلو تشيز بالجيلو والطريقة اللي عم بتطلعها كأنها رخامة يعني كأنها إشي زي رخام شوفي هاي أنا أخدت طريقة أعطيهم الرسبي هلا أعطيهم الطريقة لله أخدت أنا طريقة عينة تمام بس ما ما عجبتني فأنا ضفت عليها أشياء وعملت لحتى زبطت معي بهاي الطريقة هاي شو مكوناتها مثلا آه نفس طريقة خلطة تشيز كيك آه كي آه الكريمة الجبنة الإشطة بس بنضاف إلها حليب مركز كمان آه كل هاي الأشياء والقطع هاي الملونة اللي فيها هاي قطع جيلو آه بالضبط بالضبط فبتحطيهم بطريقة معينة أحطهم وبسكوبهم بدل ما أحط طبقة البسكوت تعطي تشيز كيلو تشيز كيك الكيك عفوا أحط فيها تشيز جيلو بتصير بجيلو قطيب يعني يعني لما في طبقة تحتانية هاي كل ياتها عبارة عن آه بس لما تفتحي مجوه برضو اطع الجيلو فيها نفس الشيء كلها ألوان كاملة آه وبجوز مش كتير صعبة يعني لما الواحد بي آه لما الواحد يمشي بشيء يعني تتعود عمي آه نصير أشطر مرعة 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 نشوف حنا مجموعة يعني صور كمان ريمة هاي الصورة مثلا هاي الموس شوكولت الأبهار سترغانوف هاي اللي معانا هلا آه موس شوكولت أوكي هاي الموس شوكولت وكمان إذا فيه صور أخرى هاي يا لانجين الطبق الرائع الذي لا يمكن الاستنمار عنه كوبة يعني انتي كمان تشتغلي بالماليات يعني كمان حلويات وأكلات شعبية بالضبط يعني أنا بطلع كمان طلبات أردارات من بيتي يعني بطلع يعني بطلع كمان طلبات أردارات من بيتي يعني بطلع كمان هاي هاي حل السجاد آه هاي طبعا هدولة كمان هاي رلات مسخن أو المسخن كمان مسخن عم بنطلب بهاي الطريقة على فكرة أكتر بكتير من المسخن بشكل التقليدي أسهل للأكل كل الناس بتأكله يعني بطريقة أول ما كنت بتقدري بالضبط لو بعيد ميلاد لو بحفلة هيك هذا أسهل بكتير وهاي طبعا السينامون السينامون اللي بالإرفة الزاكيين كمان واضح انك محترفة بكتير أكلاد زاكي هاي ايش مثلا فتت البيتنجان فتت البيتنجان وحلو انك مخلي الخفز لحال يعني فنانة فنانة عن جد ما شاء الله عليك بالفعل فنانة دايما بسأل أي صبية بتيجي عنا بتشتغل بمطبخ إنتاجي أدي حسيتي بفرق من قبل ما يكون عندك هذا المشروع مادي أنا وأنا أقصد وبعد ما صار عندك هذا المشروع لا أكيد هو أنه صار يدخل عندي إيراد جديد ودخل جديد أني أكفي إحتياجاتي وإحتياجات أولادي أساعد جوزي يعني ليست دايما بس بيقولوا أنه مكانها بس بالبيت لا بالعكس حلو أنك إذا عندك أنت طموح وشي حبة أدمير للمجتمع برضو حلو كثير يعني ونفس الوقت كمان أنت بصر عندك كمان إيراد دخل جديد بعدين أنا بتخيل الست اللي مشغولة غير عن الست اللي قاعدة فاضية أشغال يعني يعني أنت لو نتقي حالك دائما عندك طلبيات وعندك شغل بتحسي بتقدير لحالك يعني أنه أنا عم بعمل شي عم بعمل شي عم بقدم شي فعلا حتى كمان لما وفق بين ولادي بالمدرسة ووفق بين شغلي بين مطلبات جوزي يعني تحسي حالك فخورة بحالك أه عن جد يعني حتى جوزي بقولي دائما أنا بفتخر فيكي بفتخر بشيء بتعمليه أنا ما بنسى يعني أنك بتوقفي معي بتعلمي بولادنا يعني الرجال اللي مثل هيك يقدروا كثيرا لأنه يعني يعني فيه ستات فوق شغلهم ما فيه تقدير فيه بالعكس فيه دائما يعني يعني ناس بتحط العقدة بالمنشار ناس بتعمل نكد مثلا أنه أنت كذا لا أنا نوعية الرجال متل جوزك تحياتنا إله طبعا تحياتنا لكل زوج بدعم زوجته بمشروعها بأنها تحس بذاتها فعلا إنسانة منتجة أدي أولادك بتحسيهم عم بتعلموا مثلا عم بتعلموا بنتي الصغيرة اسمها مايا بتقولي ماما دائما بس توقف ماما علميني لستها هي بصف الأول ماما قولي أنا بدي أصير زيك أنا بدي أتعلم منك يعني أنا بنبصت حتى إنو بنتي ومني صغيرة عم بتحب تتعلم مني كمعان كمعان من البيت عم تشتغلي لسا أنا من البيت عم تشتغلي لسا أنا من البيت عم تشتغلي يعني مم فكرة تعملي محل خاص فيك إن شاء الله بإذن الله رح يعني لقدام شوي هيك بس تحسن الأحوال أكتر يعني بدي الموضوع وأنا على فكرة أخدت دورة إدارة أعمال برضو بخص يعني شغلي كيف تسوقي كيف أسوق كيف آه وحتى حصلت على منحة منهم حلوية ريمة غنام ولا بالأحلام عندي حلو الاسم ريمة غنام ولا بالأحلام الله يساعدك حبيبتي يا ريمة أنا كتير بدي أشكرك يا ريت عندنا وقت هيك نحكي عن تجربتك الرائعة أكتر بس يعني واضح إنو الشغل هو بتحدث عن نفسه وبتحدث عن ريمة غنام اللي نورتنا عن جد بفقرتنا الختامية بشكرك كتير إليك حبيبتي وبشكر البرنامج الله جميع ويعطيكم ألف عفيرة بأشكرك وأشكر زوجك وأولادك وأهلك كلهم اللي دعموك وإحنا كمان دعمين إليك ريمة غنام ولا بالأحلام شكرا جزيلا أهلا وسهلا شكرا لكل اللي يشاهدونا هذا الصباح بتمنى لكم نهار طيب إلى اللقاء